بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله نتعلم مع بعض قراءة سورة المسد بسم الله الرحمن الرحيم تبت يد أبي لهب وتب تبت الباق هنا مشددة مشددة يعني معناها أن الحرف ده حرفين ساكن ومتحرك هقول تبت تبت أتكي عليه بس شوين حرف التاق هنا ساكن ساكن يعني ليه صفة الصفة ايه التاق؟ الصفة الهمس الهمس يعني بطلع فيه هوا بسيط كده هقول تبت بس يد الألف هنا الألف هنا مد مد جائز منفصل ليه؟ لأن المد جاي في كلمة والهمزة جاي في الكلمة اللي بعديها على طب فهمد كم حركة؟ همد أربع أو خمس حركات هقول يد أبي بعد حرف الباء فيه مد فيه مد طبيعي هقول أبي أبي اتمد حركتين لها بو لها بو حرف اله يا جماعة في الكرآن ضعيف بيطلع كده يعني لازم تزوئي جامد كده عشان يطول نقول لها لها بو وتب هنا ده تنوين مكسور وراء حرف الواو فأنا أقول عليه إيه؟ ده إضغام هقول لها بو لها بو وتب أهم حاجة إن أنا أكثر الأول كويس وبعد كده أجيب الإضغام هقول لها بو وتب هقف على الباء بالسكون برضو الباء هنا صفتها إيه؟ صفتها قلقلة بس تقلقلة كبرى لأن هي مشددة كمان فأقول وتب ما هنا مد برضو جائز منفصل أربع أو خمس حركات ما أغنى أغنى حرف الغين مفخم فأنا أبينه أوي كده أقول أغنى وما أقولش نا أقول نا أغنى وراء النون في مد أغنى عنه عنه حرف النون هنا ساكن فساكن أديله بس زمن إنما ولا غني فيه ولا مد فيه ولا عمل فيه أي حاجة أنا بس هديله زمن علشان يبين عنه عنه ما له ما برضو هنا فيه مد طبيعي ما له اللام والهاء مضمومين وراء الهاء فيه وهو صغير أوي كده تحت دي صلة اسمع صلة صغرى بتتمدى حركتين هقول ما له وما كسب وما كسب برضو هنا فيه مد طبيعي ما أقولش وما كسب لا أقول وما كسب وهقف على الباء برضو بالقلقلة اللي عايز يا جماعة يعرف حروف القلقلة والصفات القلقلة يبقى يشوف الفيديو بتاع صورة الفلق لإني شرحها بالتفصيل سياس لا سين فتحة إيه سا ماقولش سا سا والياء يا برضو ماقولش يا هنقبقى نقولي سايا سياس وفخم الصد سياس لا لا ماقولش لا برضو سياس لا نارا نارا النون النون بتتنطق نا ما بتتنطقش نا ماقولش إيه نا نارا لا نارا 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 ذاتا هنا فيه تنوين وراء حرف الزل ده إخفاء هقول نارا أنا دخل على حرف الزل هو فاقول نارا ذاتا أوه يعني أنا بخفي التنوين لما بيجي وراء حرف الإيه حرف الزل وحرف الزل هنا من الحروف اللثوية اللي أنا بطلع فيه بس تطرف اللسين علشان برضو ما يتشبهش مع حروف تاني هقول ذاتا لهب ذا وراء برضو مادة طبيعية ذاتا لهب وهقف على الباق بالقلقلة وام رأته وام رأته الميم هنا سكنة برضو فديها زمن بتاعة هقول وام وام را را الراء ما لها مفخمة وام را وام را ا تو برضو التا والهاء مضمومين وراء الهاء فيه صلة صغرى برضو باب من ده حركتين وام را تو حم م 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 الميم هنا غنى غنى من مقدار ايه حركتين برضو يعني اتكي على الميم شوية هقول حم م 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 جي دي ها طيب اي حرف المد الطبيعي يا جماعة تلت حروف بس هي الالف والواو والياء ما بيبقاش عليهم اي تشكيل خالص في الكرآن وحرف الالف الحرف اللي قبله دايما بيبقى مفتوح وحرف الياء الحرف اللي قبله دايما بيبقى مكسور وحرف الواو الحرف اللي قبله دايما بيبقى مضمون وهي علامتها في المصحف ان هي معالهاش اي تشكيل خالص بعمل في المد الطبيعي بمده حركتين بس هنا في جي دي ها دي وحرف الدال ما طلعش فيها وما قولش دي ها دي وطلع فيها وكده لا في جي دي ها وبرضه مادي طبيعي حب حبل حا والباقي هنا مقلقلة عشان هي سكنة هقول حب حبل في تنوين وفي وراميم يبقى ده إضغام هقول حبل 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 ميم مساد ميم ماقولش مين لا النون هنا كائنها مش موجودة وهحط مكانها حرف الميم ميم مساد وهقف على الدال بالقلقلة برضه احنا كده انتهينا من سورة المساد نقرأها بقى مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيديها حبلو ممسد